اشتركوا في القناة للتطبيل او التشهير مصطفى يونس طبعا بيحاول يسير الجدل وطبعا بيحاول يطبل لمرتدى منصور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصدقائه واخواته امتابعين ومشاهدين افراد اسرة ملعب افندينا في كل مكان اهلا وسهلا بكم في حلقه نارية حلقه من العيار التقيد حلقه هنوضح فيها كوارس قناة نات الزمالك وايه اللي حصل فيها وليه القناة حولت من قناة رياضية لقناة سب اعراض وتصفية حسابات وكمان هنوضح ما قاله مصطفى يونس من تصريحات مسيرة للجدل وهل الهدف منها الصدق والامانة والشرف ام التطبيل ومحاولة ارضاء البعض تعالوا كده نخش مع بعض في حلقتنا على طول بس ما تنسوش تدعم اخوكو بوحدة زر بقو النوع على لايكو اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يصلوا كل جديد ويكون واحد من افراد اسرة ملعب افندينا ويلا بينا اولا كده قناة نادي الزمالك واللي حصل فيها ده شيء لا يعقله عقل شيء ما يقبلوش اي انسان على وجه الارض لا يقبلو زملكاوي ولا هيقبلو اهلاوي ولا بيقبلو اي حد يعني ايه قناة نادي الزمالك اللي المفروض انها معمولة ملك النادي الزمالك ولفريق قرة القدم بنادي الزمالك وجميع الالعاب الرياضية لنادي الزمالك وملك الجمهور تتحول بقدرة قادر كده إلى قناة سياسية شوية سب أعراض حبلة تصفية حسابات حبتين خطف الشرف ما يجراش حاجة تتحول لنقض فني وماله زي بعضه ايه المشكلة يعني ما احنا ولا بلاش تعال اقول للحضراتكم يعني لقينا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ورئيس القلعة الملكية طالع بيهاجم عمره قديم عشان خاطر استضاف او عمل مدخلة مع عشرين عبدالوهاب وهلو بالعرب كده انت مين يا لا وانت عامل ايه وانت وطن ازاي البلد وقف على رجلها وانت جايب لوحدة تقول لبوس وعحضان وليلة زرقا وفيها سياسة المستشار هو احنا مانا احنا جمهور الزمالك مانا ومالك كلام ده قنا بتاع التوكشو احنا مانا مال انا عمره قديم مستضيف مين ومش مستضيف مين سيادتك رئيس نادي الزمالك طالع تتكلمني عالاخبار الزمالك ولا طالع تتكلمني شرين عبدالوهاب رجعت لحسام ولا حسام طلق شرين ويقول لك بكرة لم يستستضيفها وتقول له الدخلة دخلة ايه بيه يا معال الباش احنا مالنا ومالك كلام ده ما ينفعش اللي حضرتك بتقوله ده خلصنا من عمره قدير دخلنا بقى في مين في يعني شوية كده نرمين عادل للهاربة خارج البلاد وشوية على شوية الخونة والعملاء كلام زي الفل ما الراجل وطنه بيدافع يا بيده مش مكانه يا غالي ده قناة رياضية مالها ومال اللي حضرتك بتقوله احنا كجمهور نادي الزمالك عايزين نتطمن على نادي الزمالك احنا كجمهور النادي الملكي عايزين نعرف اخرة الكوارس اللي موجودة في النادي ايه وبعدين يا معال الباشا هو انت مفكر ان جمهور نادي الزمالك كله رجالة بس يعني مش ممكن بنتك تكون بتتفرج على حضرتك يعني مش ممكن تكون فيه سيدة فاضلة بتتفرج على حضرتك وحضرتك عمال تقولها فشخكم وفشخكم وعملكم وعالفاظ موجب 880 ده خير الاحاقات بالاشارات بالايد ده خير احاقات تانية يعني مش فاهمين هي القناة ايه في ايه ايه اللي تحول في قناة نادي الزمالك للشكل ده سيادة كنت بتطلع بالاربع والخمس ساعات على راسنا من فوق رئيس نادي الزمالك ونقعد نسمعك انت كبير العيلة ولازم نعرف كل الاخبار من حضرتك انما نقعد اربع خمس ساعات عشان ايه نرمين عادل عمر اديب لمس الحديدي مش عارف مين وبعدين سيادتك عمال تتكلم في كل الخوانة وبعدين قمت رابط اسم الكابتن محمود الخطيب بالخوانة ايه علاقة الكابتن محمود الخطيب بالخوانة وانا اللي حضرتك بتتكلم عنهم الكابتن محمود الخطيب برا البلاد اصلا طب ايه علاقته طب ايه وجه الاستفادة اللي هيعود على جمهور نادي الزمالك او حتى على نادي الزمالك نفسه من كلام حضرتك ده غير ان القناة عادت مهددة انها تتقفل ده غير ان انت بتدي كل اعداءك السلاحة اللي حربوك بيه ده غير ان سيادتك ممكن نلاقي الصبح قرار كده بعزل معاليك نظرا لسوق الاخلاق وسوق الادب على الهواء مباشرة وانا بنخش في معارك مش بتاعتنا مش بتاعتنا ومش ليلتنا ايه اللي حضرتك بتعمله فينا ده ايه اللي سيادتك بتوصلنا ليه ده حضرتك عايز ايه اضيتك نادي الزمالك ولا اضيتك ممدوع عباد شخصي والراجل اللي وراء ده ما له احنا مما ما فيه اواضف المحكمة فيه اواضف المحكمة خد حقت بالقانون انما ليه كل يوم والتاني افتح قناة نادي الزمالك اشوف اتقفلت ولا لا كل خمس دقايق القناة اتقفلت ولا لا ليه عشان ايه عشان ايه تب الحلقة اللي حضرتك عملتها دي والخمس ست ساعات دول ايه اللي مصر استفادتهم منها يعني مش شاف واجل استفادتش مصر بقت اوروبا بعد الحلقة يعني ربنا يسطر بقى والقناة ما تتقفلش وربنا يسطر ومجلس الادارة ما يتحلش ونخش متاهات متاهات ما يعلم بها الله ربنا وبعدين الاخ مصطفى يونس طبعا لازم يصير الجدل شوية ولازم ان هو يحط الططش بتاعه ويطبق له ططبلتين ما بقولك ده اكل عيشي هو قال كده بنفسه وانا قاعد هنا في القناة اكل عيشي واكل عيش ولادي فيطلع يقولك ايه بقى الخطيب اسطورة العجوة ومرتضى منصور راجل محترم وحط تحت راجل محترم دي الف خط يا بيه ايوه الخطيب اسطورة من العجوة والمرتضى منصور راجل محترم مرتضى منصور بيعمل للغلابة انما الخطيب بياخد فلوس الغلابة ايوه مرتضى منصور بيعمل للغلابة لكن الخطيب بياخد فلوس الغلابة مرتضى منصور بيضحي عشان خاطر النادي ده وممكن يتحبس وممكن يموت إنما الخطيب سايبها سداح مداح مرتضى منصور بيعمل من أجل الجمهور وخلت تذكرة بعشرين جنيه إنما الخطيب بيستغل جمهوره بيمص دمهم مفيش عراء من غير صدام حسين ومفيش مرتضى منصور وأنا آسف مفيش نادي الزمالك من غير مرتضى منصور ده كانت تصراحات الأخ مصطفى يونس إحنا عزنا نرد على حضرته بس لشوات حاجات إحنا منا إحنا جمهور الزمالك منا باللي بتقوله ده حضرتك طالع تطبع للمستشار مرتضى منصور في تطبيل واضح وصريح على إنه وعلى رأسنا حضرتك يعني بتاكل عيش وأكل العيش مر في الزمن ده فحضرتك بتحاول إن انت تقرب للراجل شوية أوكي ما عندناش مشكلة إنما إحنا منا يعني إيه مفيش مرتضى يبقى مفيش نادي الزمالك مين اللي قال لحضرتك كده؟ إحنا بنشجع كيان ما بنشجعش أشخاص يا بيه؟ نادي الزمالك مش أفرار نادي الزمالك اللي بقاله مية وعشرة سنة هيقف على مرتضة ولا غير مرتضة لا ما تطبلوش بالزيادة أو كده ما تطبلوش بالزيادة أو كده وبعدين تعالى إنت حضرتك عملت وولا أنا اللي كنت بمشي الناس دي في الآله وأنا وأنا إحنا منا حضرتك مالك وإحنا على قناة نادي الزمالك وربنا سيادتك على قناة نادي الزمالك سيادتك أو حضرتك موجود جوة قناة نادي الزمالك تمشي الآله تقعد الآله إحنا مالنا ومال الكلام ده سيادتك عملت وقول إن الخطيب بياخد من العمال يعني إيه بياخد من العمال ومش أي كلام وخلاص يا أخوات يجد عال البلد مش نقصة إحنا مش نقصين والله يريد نرحم نفسنا شوية عشان الليك تجايبهم دولها معالم مستشار هم اللي يكونوا سبب في الفتنة ما بين الآلوية والزمالكوية وفي الآخر الزمالك اللي بيدفع التمن نرجو كده الهدوء شوية في القناة ونرجو إن مشاكل القناة تتحل ونرجو من معالية متحدث رسمي باسم القناة كفاية بقى حرام تعبنا كفاية بقى حرام تعبنا والحد هنا بتنتيح حلقتنا ويا رب تكون الحلقة نالت إعجابكم ويا رب صوتنا يوصل واللي ما عملش اللايك فضلا منك وليس أمرا ادعم أخوك باللايك واللي لسه ما اشتركش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصل كل جديد ويكون واحد من أفراد أسرة مالعب أفندين اشترك في القناة اشترك في القناة اشترك في القناة